اياكم الله في هذا الفيديو ان شاء الله راح نبدأ بمراجعة Lab 3 طبع الجزيات اللي هنا داخلة معنا تقريباً المثد فرح نشوف السؤال أول ثم نختار بعض الفقرات عشان ننتقل بعدها إلى Lab 4 اللي هو أيضاً فيه نقاط مهمة هنا قال write an application that reads a non-negative integer and calculates its factorial. Your program must contain a factorial method قال لي hint factorial 5 يساوي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 which is 120 طيب أنا قرأت السؤال أول مرة وما فهمت ولو جاني هذا السؤال في الاختبار اشأ سوي طبيعي جداً أن أول مرة أقرأ أسوي مسح بصري على السؤال المرة الثانية أجي وأطلع المعطيات من السؤال المعطيات اللي عندنا في السؤال اللي هي ثلاثة أشياء اللي هي إيش لازم أحدد ال input اللي هي المدخلات والoutput اللي هو إيش المخرجات أو النتيجة وفي بينهم بيكون اللي إحنا نسميه processing طيب ال input قلنا المدخلات اللي هي المعطيات في السؤال لو يقول لي مثلاً نقرأ رقم نقرأ رقمين نقرأ ثلاثة رقام هذه inputs ال output اللي هو الناتج اللي يبغى هنا قال لي الناتج اللي يبغى مثلاً فاكتوريال أو السم أو الملتيبليكيشن لعددين معينة بس إحنا عشان نوصل من ال input إلى ال output لازم نمر بمرحلة processing أنا لازم أني أمرخل هذه المرحلة عشان أوصل لهذه المرحلة ال processing هو العملية الحسابية اللي بسويها يطالب لي السم معناها أنا بسوي عملية جمع يطالب لي فاكتوريال قال لي أنك تضرب الأرقام على حسب الرقم اللي إحنا عطيناك تنازلياً إلى أن تصير رقم واحد تضربهم في بعض فإذن هذه اللي إحنا نسميها processing فمفسد أني أجي في السؤال وأبحث عن هذه الأشياء فبروح أبحث قال لي write an application that reads a non-negative integer فقال لي رح نقرأ من اليوزر قال لي read non-negative integer فرح نقرأ integer بس بشرط أن يكون non-negative يعني لازم أن يكون موجب and calculate its factorial فالناتج اللي نبغاليه والout of it بيكون factorial your program must contain a factorial method يقول لي لازم تستخدم factorial method نسويها والعملية اللي بنسويها أن ناخذ الرقم هذا اللي إحنا قرأناه عن طريق اليوزر ونضربه في كل الرقم أصغر منه لحد ما نوصل إلى الواحد والناتج نحفظه ونطبعه في result فكذا نحن نكون حللنا السؤال لازم نفهم لازم نسوي plan ثم بعد كذا نبدأ في كتابة الكود الحين فهمنا الplan وعرفنا أن نحن بنقرأ رقم integer يكون موجب ثم نسوي عليه processing العمليات اللي نبغالها ثم نوجد output طيب فإذن هنا رح أبدأ في كتابة الكود ونقرأ من اليوزر الرقم الأول نجي نعرف أو شي نطلب من اليوزر نقول له console dot write line ونقول له enter number الرقم هذا بيكون integer فنجي نعرف int x يساوي بس بنسوي له convert فنجي نقول convert لمن to int 32 والآن نقرأ نقول console dot read line تمام قرأنا الرقم الآن شو نبغى نسوي فيه نبغى نرسل إلى مثل اسمها factorial تكون مسؤولة عن إيجاد الفاكتوريال فنجي هنا زي مثل وترجع لي هذا المثل value ونجي هنا نقول static وترجع لي int value نسميها فاكتوريال رح تأخذ لي value أيضا اللي هو عبارة عن int int x أو int النمع أو أي أن كان الآن نجي لموضوع العملية الحسابية لما نرسل الرقم هنا أنا بجي برسل الرقم بجي أقول console dot write line نبغى نطبع اللي هو عملية استدعاء الفاكتوريال بنرسل لها ال x بيرجع لي الفاكتوريال للرقم اللي إحنا دخلنا بس كيف نوجد ناتج العملية هذه لما إحنا نعرف أن الفاكتوريال اللي هو ناتج عملية الضرب الرقم اللي أصغر منه bravo عليك فنحتاج for loop بس قبله نحتاج نعرف variable يعطيني result يحفظ لي result اللي إحنا نبغى ناخذها في الأخير تمام فالresult في البداية بتصير تساوي مين تساوي ال x اللي هو الخمسة ثم نبدأ نساوي for loop بحيثني الفور loop تلف لي كم من مرة على حسب length اللي إحنا عندنا اللي هو خمسة ابتداءا من الواحد طيب إيش اللي بنسوي result حاليا قيمته خمسة اللي فعلا نبغى نسويه نبغى نضربه في الواحد الاثنين الثلاثة والأربعة صح؟ فأجي للresult وأقول result اللي هو يساوي result ضرب من ضرب الآي يعني خمسة الحين قيمة الresult خمسة اللي هو أنا جيتها أخذت ال x وحطيتها في الresult ثم بلف خمس مرات من الواحد إلى الأربعة لاحظوا بدون يساوي فالمرة الأولى بضرب خمسة في الآي اللي هو واحد بعدين ناتج بضربه في اثنين بعدين في ثلاثة بعدين في أربعة بعدين في خمسة بعدين في أربعة ويوقف صح هي من اليوزر فما رح تكون خمسة إذن بتكون إيش؟ بتكون x رابع عليك فطالما إننا إحنا قريناها من اليوزر بتكون x ما يحتاج نساوي minus minus نخليها decrement مثلا من نقدر بيكون أصح إن نخليها decrement ابتداء من ال x إلى الواحد أو ابتداء من x minus 1 إلى الواحد بس لأن عملية ضرب فما يفرق إني أبدأ أضرب بالصغير والكبير كلها نفس الناتج بالأخير بعد ما نخلص هنا نسوي return the result ونعطي فاكتوري للخمسة والمفترض يعطيني 120 ننتظر قال لي enter number نقل خمسة وقال لي فعلا 120 فهذه هي عملية إيجاد الفاكتوريال مثل بسيطة بس نحتاج أن نفهم العملية الحسابية اللي حسنا سوناها هنا له نضرب كل عدد في العدد اللي أصغر منه إلى أن نصل إلى الواحد تمام هنا قال طبعا هذا السؤال قال لي رأيته to check whether a string is a valid password هذا السؤال يحتاج شغلي شوي بس يحتاج أيضا string methods لازم أكون أنا عارف كيف أتعامل مع strings فيقول إحنا رح نقرأ string من اليوزر اللي هو please enter password أدخلنا هذا الر string ثم بيقول لي لازم يكون valid بحث أن password must have at least 10 characters يعني لازم يكون هنا فيه 10 characters at least password must contain special simple يعني اللينك يكون 10 ولازم يكون contain واحد من هذه simple اللي هو at ولا and ولا star وأيضا must contain at least two digits يعني يكون فيه رقمين على الأقل فوش رأيكم تبغونا نسوي السؤال هذا مع بعض فيه تفكير شوي نحتاج شغل عليه بس تبغونا نسوي لأننا ما رح أشرح كل الأسئلة على فكرة اليوم ما يمدين كلها فيمكن أكمل بعضا منها تكون مسجلة الخيار لكم أو تشوفون فيه سؤال ثاني اللي باقي هنا كلها find the error بعدين هنا ندخل ثلاثة أرقام ونوجد السم ونوجد الـ average من خلال method هذه أيضا الفكرة بسيطة وسهلة فيه سؤالين هنا طيب السؤال أول أصلا ما نشرح في سلايدات أوكي لأن string method هم مشروحة لنا بس يعني نقدر نتعلم لو إحنا نبغى نعرف string كم فيه من character فنجي هنا وعلى سبيل المثال أنا بعرف method أسميها password طبعا بترجع لي true أو false Boolean يعني بترجع لي Boolean يا ما يكون true أو false فإحنا راح نستقبل هنا string اللي هو pass ورح نسوي عليه عدة عمليات وبعد ما نخلص بنرجع يا ما true ولا false طيب string إحنا راح نقرأ من الـ user فنجي نعرف هنا string ونسمي str على سبيل المثال ورح نقرأ من الـ user بشكل مباشر ثم نرسله للمثال اللي اسمها password وترجع لي يا ما true ولا false طيب الحين لما نرسل الـ password هنا أول شي قال أنا بغا نتأكد أنه مكون من كم 10 characters فنجي نقول if الـ password dot mean dot length you will pass dot length is greater than or equal to 10 نخش الـ if statement هذا الشرط الأول إذا كان صحيح نخش وش نقول return rule بس نحن باقي عندنا شروط ثانية قال لي لازم أنه يكون contain واحد من هذه العلامات الخمسة at ولا and ولا star ولا underscore ولا علامة التعجب فهنا نقول and لابد أن الـ pass dot عندي مثل اسمها contains بعطيها character اللي هو الـ at الـ at موجود ولا لا وبكرر هذه خمس مرات أو أربع مرات حسب الموجود عندنا فأجي هنا بقول لا نقول and مو or نبغى كلها هذه تكون صحيحة بينهم هذول برافو عليك بيكون or ليش لأن مو شرط أن كل characters هاي تكون موجودة واحد من هم يكفي إذن بخليهم بين أقواس هذه والcontain كلها بخليها بين أقواس فبجي اللي بعدها هنا اللي هو مثلا علامة التعجب ثم بعدها بجي بقول في line جديد or وعندنا أيضا underscore بعدها أيضا or ايش عندنا بعد star و and فهين عندنا star وبعدها or عندنا l-and هذه كلها بتكون داخل أقواس حيث أن ناتج or هنا يكون الحالة داخل أقواس اللي هو من هنا إلى هنا داخل أقواس الحالة فالناتج اللي يطلع منهم or فمعناها true يكفيني واحد منهم طيب الآن باقي إننا نشيك وهذه اللي تحتاج الشغلة شوي نشيك إذا في at least two digits فهذه تحتاج loop فنبغى قبل ما نشيك إنه يحتوي على two digits أول شيء نعرف counter نبغى نعد إذا في two digits خلاص نستمر فنعرف counter نسمي enter counter نخلي يبدأ من zero ثم نقل نقول for loop نبغى نلف على string هذا dot length فنقول pass dot length هنا نبغى نسوي if statement إذا كان pass في عندنا مثل اسمها char dot is digit نعطيها إيش الpass خانة i هذا string طبعا فبيلف لي على جميع الخانات اللي في i أو في string هذا وبيشيك هل هو digit ولا لا إذا كان is digit فعلا إذا كان رقم فبنجي نقول counter plus plus طبعا هذا كلام غير موجود في سليدات بس هم طالبين ومفترض أن أشياء متراكمة من جava حسب ما فهمت منهم يعني عموما الـ counter الحين يحسب لي عدد الـ digit موجودة فإذا هنا and نسوي شرط أخير إذا كان counter أكبر من 2 ما يحتاج نكتب f counter نخش ونرجع true ما عدا ذلك else نرجع return false فالمفترض هنا كل شي صحيح فنحاول نجرب نسوي run نتأكد أن كل العمليات ندخلها نسوي عليها تست صحيحة فالحين راح أجرب أن أدخل string قال enter number وليش كاتب number مفترض password أوكي مو مشكلة حتى splink خطأ فرح ندخل 1 2 3 4 5 بعدين رقمين بعدين underscore 8 19 enter false قال لي false ما لدينا مفترض أن يكون صحيح ففي عندنا شي غلب صح 1 2 underscore underscore ف 10 وفي أيضا underscore ok الشرط هذا تبع العمليات هذه نخليه في عملية الحالة ما فيها capital بس ما طلبنا هنا capital ما طلبنا capital عادي الحين وش خليت خليت عندي ال past link أكبر من أو يساوي العشرة إذا كان true يخش وال counter أكبر من يساوي 2 أكبر من 2 إذا كان true يخش هنا عشان ما حطينا يساوي لأنه فعلا كان عندنا اثنين بس احنا ما حطينا أكبر من أو يساوي فالمفترض نحط أكبر من أو يساوي لأنه قال لي at least two digits فالحين نجرب نساوي run مرة ثانية نقول 1 2 3 4 5 1 2 هنا underscore ونضيف هنا characters أحين رجع لي true ففعلا هذا الpassword صحيح بس لو جيت الآن بس 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 خاضع مثلا بحط password فعلا مكوم من 10 characters مثلا وفي comma أو مثلا underscore في رقم واحد المفترض رجع لي false فمهما حاولنا دائما يعطيني الإجابة لو أدخلت strings وفيها رقمين أو ثلاثة رقام بعد بس بدون special character يعطيني أيضا false فإذا هذا الحل لهذا السؤال هنا أتوقف أنا ونأخم إن شاء الله في الفيديو اللي بعد